موسيقى السلام عليكم معكم مرة أخرى شديني توفيق من قليم الجديدة أو تنشدوا وتنطالبوا في الناس مسؤولين نزهاء في قليم الجديدة مع الشديني توفيق والشديني التامي والشديني بوعبيد باسم جميع الوراة أنا أخوتي المشكرة نحكيته لكم ونعود مرة أخرى نحكيه لكم أنا من قليم من قليم جديدة أنا المشكة لدي أخوتي هات الشي من اللي تنصب عليها من اللي توفيق الواليد 2011 2007 كتب لي واحد النيابة الواليد ديالي باش ننوب عليه في الداخله وفي الخارجة واني لقيت اللوبيات ديول مافية العقار ما زال عدنا كيروجوا في المغرب حنا في عقل 2022 وحنا هاتش اللي كيتمارس علينا من 2015 نهار 29 في شهر سبعة أخوتي كان عدنا واحد الحكم إفراغ من البقاء وما أصبح شغير إفراغ من البقاء أصبح هدم السكان أخوتي هنا هاتش جميع الشيكايات اللي كنتوجه بها والسيد وكيل العام بالرباط والسيد وكيل الملك بالرباط والسيد وزير العدل بالرباط جميع 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 الشيكايات كنتوجه بهم على أساس الوطائق اللي كن كن عود نشكر مرة أخرى السيد وكيل العام بالرباط والسيد وكيل الملك بالرباط اللي على هاتش الشيكاية في قليم الجديدة اللي كانت تخشط في الحفظ وعودت كانت فيها مصطرة جديدة اللهم لك الحمد بالناس مسؤولين اللي عندهم غير أفاد البلاد كن شكر السيد وكيل العام بالرباط كن شكر ززير الشكر السيد وكيل الملك بالرباط كن شكر السعد النبوي وزير العدل أنا كن طلب أخوتي إعادة النظر في الميلف تلتالاف كن طلب إعادة النظر في الميلف تلتالاف أو خمسميات أستة وثلاثين إعادة النظر أخوتي أنا ما عنديش أخوتي أنا اللي كان عدرا معكم أنا ما عنديش أنا مريض هالي النفساني ولا أنا ولا الجوجة ديالي يعني على أساس الوطائق أنا ما شوف أخوتي أنا لكن تنذير شي حاجة ديال تضليل أنا غن ناخد الززائي ديالي أنا أنا كن طلب من جمعيات حقوقيين يدخلوا على الخط أنا كن طلب من من السيد وكل المالك بالجديدة والسيد وكل العام بالجديدة كن طلب مؤذرة قدائية في قليم جديدة أنا ما عنديش أخوتي وكن طلب من المحاميون من زهاء اللي عندهم هيئة في قليم جديدة يدخلوا على الخط أنا كن طالب وتناشد على جمعية حقوقية جمعية حقوق الإنسان أنا كاتب لها حاليا كاتب لها في 2013 وكاتب لها في 2014 وكاتب لها في 2015 وكاتب لها في 2015 وكاتب لها حاليا من مدينة الريباط أنا كنت ترجى هاد المؤذرة ديال جمعية حقوق الإنسان اللي عندهم جميع الشيكايات دوري جميع الشيكايات على اللي مصيفت لهم منا على أساس هاد الشيكاية اللي تخشيت عن سيد وكل العام في الحفظ أرجوك سيد وكل العام إلى هاد الشيكاية اللي اللي كنت توجه بها عندك وقد تخشى في الحفظ سيد وكل العام بالريباط إحنا كنتمنا وتشيت نصفونا في الحق ديالنا إحنا ما بغيناش شي حاجة اللي اللي خديت عليها الززاء ديالي في عفوا في قليم قنيطرا مخصوش التعود في مدينة جديدة أنا كنت طالب في نوزها يدخلوا على الخط وتناشد على جمعيات وتناشد على جمعية حقوق المرأة بالأخص حقوق المرأة حقوق المرأة تناشد عليها وتناشد على حقوق الطفل وتناشد على جمعيات يعني خارج الوطن وداخل الوطن يعني على الدوم اللي كيتم رسلينها بهذا الناس اللي كيديروا اللوبيات اللي كيديروا وشاهدوا لجوج أمام المحكامة وكسبح هو الفائز أنا إلى أنا والجوجة ديالي أرجوكم وتتمنوكم أخوتين مغاربة اللي شافت هذا الفيديو اللي بارتاج الله يرحمكم الوالدين وتنشكر الناس الفيسبوكيين يعني فيسبوكيين تحية لكم عالية الناس ديالفيس تحية لكم عالية يعني والحمد لله كنا وحد النتيجة في وحد المسطرة اللي عند بين السيد وكل المالك بالجديدة اللي تحركت كنت نشوفوا كينا شي حاجة إن شاء الله جاية واني بغينا نخلوه دكش العدلة واني اللي كنت طلبوه بغينا جمعية الحقوق الإنسان تدخل على الخط تنطالب وتناشد على جمعية حقوق الإنسان وتطالب وتناشد على جمعية حقوق المرأة وتطالب وتناشد على جمعية حقوق الطفل أنا كنتمنىكم أخوتي يعني تشوفوا تشي على عين الاعتبار أنا يا راه أصبحت رأي عام واني رأتشي واحد ما زال ما توصل بيها أنا رأينا تقريبا من الفين وتقريبا وثمانية وعشرين ولا ولا ستو عشرين في شهر جوج وانا كالرسل جميع البيبان جميع الجاردات يعني واتشي رأي بغينا يكون على عمر الواقع رأي ما بغيناش بغيناش حاجة اللي اللي درنا في القلب دينا رأي رأيتونا بزاف رأي رأي رأيتونا بزاف يعني واتشي ما فيها دي العقا رأي ما بغيش تحد واش كينا أصل الملك كنوريه لكم لا إيراتيات كنوريهم لكم واشهد كتساوا وما فهام شهد قليم جديدة اش كتسنى مني باش ننديرانا يا واش كتسنوا مني عاوتاني انه أخد الخلاص دي باش ناخد دي راح شوم ماذا في هذا البلاد؟ رأي نتمنىوا الناس يول جديدة جمعيات حقوق الإنسان رأي ما كناش حدنا هنا في قليم الجديدة رأي ما شهاش أخوتي رأي هاد الشيء الناس الفيسبوكيين رأي ما عدناش شي جمعية اللي تواصلت بينكين واحد الأخ اللي قد ينجاوبه اللي كان واحد مجابر من تليفون الهاتف ديال وكن شكرهم من هذا المنبر اللي قل لك ودي توجه رأي ما كنا عندكم جمعيات الجديدة مش فناش شي جمعية جديدة تنطالب وتناشد على إنسان كاتب الجهة ديال جديدة اللي كان طلق معيه أصلاً يعني وشاف الوطعيق وقال ليه تشير متى عجبش كنتمنى يدخل على الخط كنتمنى تسيد كاتب الجهة رأي نعب يعني ومش بش الإسماء ديولو وتناشد على محاميون نزهاء تناشد على محاميون نزهاء باش يدخلوا على الخط ديال جديدة وركن عدنا عودتاني مشكي الباركة علينا من الضلم نحن أعين على أساس الوطعي قد نحن أعينك ولكن تشيء أخرى اللي ما نعرف هو ما كيناش من قدره كله وأحد إنسان اللي غايقول لي يو إديرة حالياً كنت تتحدد أنا حالة حاش وش كنت تحدد أنا الملك ديالي مشاق الضار ديالي به جميع الجريدات اللي كان تتكلم فيهم كان تتكلم فيهم على صدق ما كان تتكلمش على شيء حاجة اللي ما كيناش وكنت طلب من شي جمعيات وكنت طلب من الناس اللي حقوا معي هاد الميلة فالكت كان كدب رخصني لناخد الززاع ديالي أمام العادلة وغنخلي المشكل ديال القليم الجديدة وغنمشي معكم المشكل ديال القليم قنا قدرها مدينة سوق الاربعة بدريمين اللي كان هاداك اللي كنت تعرض فيها الشي جن علم وظلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اللي توجهت بواحد كان واحد بما فيها ديال العقار خر أو تاني احنا الدراوش را ما عدناش حقنا في هاد البلاد كانت من الناس ديال القنيطرة يدخلوا على الخط جمعيات كانت من جمعية حقوق الانسان يدخل على الخط يعني هو هاداك البلاد راها سايبة ما فيها لقانون اللي هو له قانون الدرهم هو اللي عدنال في البلاد بغينا هاد الراشل اللي كان هو هادا الانسان اللي خديت قريبا ستاة الشهر ديال السورسي بغيت نعرف هاد الراشل شكل وراه اصبح هو الضحية واصبحت انا هو المجرم انا هو هذا الاجرام اللي كي صوت ليا الانسان ولادي لا تشي حاجة ما كانت عندي في ما ملقيت تشي حاجة اللي ملقيتهاش على اساس الوطائق اللي كنت نتكلم بيهم انا واحد الانسان اخوتي اللي لأمي مقاريش وهاد الشي راكت عرفوه في الفيديوات الفيتين او تاني نائم مرة اخرى تن رجال حموشي مشكورين زيزي الشكر من مدينة ازمور وجاجي السكر من مدينة سوغليربا كانت الناس نوزها ما كنش تضليل على العدلة بشي حاجة اللي الحمد لله لعيل الاعتبار وكنتمنى اعادة النظر في واحد المحضر اللي كان في مدينة سوغليربا بين امينة كنوز وهاد السيد اللي كان عدرولي بدون اسماء كانتمنى اعادة النظر بش يخرج جادك الميلف من الحفظ وكنتمنى الشيكاية ديالي اللي توجد سيد واكل المالك بمدينة سوغليربا كانتمنى والسيد وكينا المالك يدير عين الاعتبار اعادة النظر فاعل اعتبار الناس اللي اخذتنا الززاء ديالي ودراجة اللي مبقاش خادز الززاء ديالو يعني وعلى اساب للشهادة طبية وانا هالززاء ديالي ياخو تيرانا ما تنكذبش عليكم انا لاتي نقول لكم شي حاجة اللي كينا وهاد السيد اللي الحاجة اللي حاجيني ليه هو هاد المرض النفساني اللي تلكت المحاولات ديال انتحار انا كنتمنى جمعية دخل على الخط وجمعية حقوق الانسان كنتمنى هاد دخل على الخط وجمعية حقوق المرأة كنتمنى هاد دخل على الخط واني انا ما شفنا شي حاجة على اساف يعني هو تشير بزاف واش كتسنوا منا ناس مسؤولين نديروا المكاحل واش كتسنوا منا ناس مسؤولين اللي ما تدخلوش وسيدنا كنصر الاسرة العلوية زازير الشكر محمد السادس هو مالك البلاد اللي اللي عمل فيه سيدنا الثيقة هو سي عبد النبوي باش يدخل في هذا الملفات على الخط بين الملف ديل مدينة سوق الاربعاق أقليم قنيط روى بالملف ديل مدينة جديدة عفواً تنشتوكة بقليم جديدة كنت مننا وإذن الناس يدخلوا في هذا الملفات على الاعتبار واللي كنت أنا الإنسان اللي أنا الإنسان اللي ما قرأت موال أخوتي كنت منكم هدي شهادة طبية أقسم بالله العلي العظيمي لكم ندرتان الجوجة ديالي بحالة ديالحالة والله تنضربها أمين أقسم بالله الألساس الواتعيق لقدامي هدي الجوجة ديالي والله وندير لها ديالحالة تنضربها أمين أنا هدي أول مشترين اللي اشترينا من الواردة شهادة أمينك النوز وإني بالله عليكم أخوتي أنقولوا أنا رأي ملك غدين تقولوا فيه ويش هدي المحافظة شكل اللي غاي قولوا ذا أنا ورا كنت دليل على العدلة بشهادة تزور كنت مننا وناس مسؤولين في هذه المستارات اللي نصرهم سيدنا باش يعطوه للمواطن حقوق كنت مننا ومدخلوا على الخط الله يرحم لكم لكم الوالدين هدي هي الشهادة الطبية اللي دخلت النهار تزور محضرت دارك وكانت كلمة هاتفية مع سيد وكيل المالك اللي قال إياه والله وخيج جيات شيكايا نقول سيد وكيل المالك أرى ما عندوشة سيدة على أساس الشهادة الطبيين أرى ما قدامكم أخوتي على يعني هذا الشي بزاف الرسالة اللي أن وصل الخوتي المغاربة اللي شاف هاد اللييف البرتاجي على أساس اللي نهضرو مع الشي جمعية اللي تنادينا كانت سمنينا الشي جمعية اللي تنادينا راكينا الله والوطن وأعلى سلطة ومالك البلاد وميحكم هذه البلاد هو المالك اسمتي أعلى سلطة هو المالك لله لذلك كنا كنا نحبها ذرايا كنا كنا نحبها بأساس الوطاق كنا أصل الملك كنا إيراتا كنا المعقار محفظ كنا يعني لا أنا ولا الجوجة دياري وإني تناشد تناشد وتطالب في جمعيات حقوق المرأة حقوق الإنسان حقوق الطفل أدرا كنا نتمنى شي مؤذرة من هاد الناس وكنتمنى واحد المؤذرة من عد سيد وكل المالك اللي ما عندي أنا زيره درهم باش نتحرك المدينة جديدة ما عنديش كنا نتمنى شي مؤذرة من القداء أنا تمنيت شي مؤذرة من القداء يعني شي موحمين اللي يدخلوا على الخلق نوزها وكنا الله والوطن المالك والله ينصر سيدنا